طب هستأذنكم هنروح لخبر آخر دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عمل النهار ده اجتماع مهم جدا طيب بخصوص ايه تنفيذ يعني منقشة الاليات بتاعت تنفيذ خطة الانشطة ايوة الانشطة ايوة الانشطة المدرسية في المدارس خلال العام الدراسي جديدة عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين طيب وبيأكد دكتور رضا حجازي على انه الوزارة بتهتم بالكشف عن المبدعين من ابناءنا الطلاب في كل المجالات في المجالات الرياضية الفنية الثقافية وبيأكد على اهمية الاستثمار في العنصر البشري هو ده الكلام ايوة كده دكتور هو ده الكلام عودة الانشطة المدرسية النشاط المدرسي انا عايز غرفة الموسيقى تبقى مجهزة ويبقى فيها مدرس عاوز يشتغل او مدرسة عايزة تشتغل مش جاية عشان ياخد المهية ويروح وهي شغلانة والسلام لحد ما ربنا يرزقنا بعقد اعارة او نخرج نشوف لنا اي شغلانة ولا ناجر انا مش عايزة مدرس ده والنبي مش عايزه خالص انا قاسف مش عايزة شوف وشه انا مش عايزه يقتل موهبة في قلب العيال انا عايز مدرس الموسيقى اللي هو مدرس الرسم اللي هو انا مدرستي مكنش فيها مدرس موسيقى اللي هو فعلا ما بحبوش يعني بدع عليه ما بدعيش قوي يعني بقول منه لله قتل موهبتي الموسيقى انا كان زماني دلوقتي ايه في حتة تانية كان زماني بنافس طرق مذكور مثلا مهم عايز مدرس موسيقى اللي هو مدرس رسم اللي هو طبعا ودي معاة التأنيس يعني عشان بس تبقى منتفقين مدرس تربية بدانية وتربية رياضية اللي هو مدرس زراعة فاكرين نشاط الزراعة بتاع المدرسة ولا لأ نوها كان بتاخد زراعة بتاخد شدبير منزلي عشان كده طلعت حاسمة جوه الستوديو فا قتل شوف انا بقول ايه طبعا ولا معانا اصلا فا نوها انا اشتكيتها الجزء بصراحة بدل المرة مرتين اخرهم النهاردة هو الله العظيم فا متعبة جدا اوي انت مش عاست عادة في البيت بجد تعبانة المهم بصة سيديو هرجعك تاني على انه ايه مدرس الزراعة مدرس او مدرسة التدبير المنزلي الزراعة عندنا كانت مدرسة بالمناسبة وافتكرها بالخير كان اسمها بيس السماح والله افتكرها بالخير جدا لانها حببتني في الموضوع ده جدا وفيما بعد تزوجت من افضل مدرسيني للغة الانجليزية وصار بعد ذلك استادا للأدب الانجليزي بجمعة حلوان دكتور شعبان طيب هرجعك على كل ده يعني وكان في حصة اسمها حصة اللي ايه مش فاكر كنا بنقعد نعمل فيها حاجات زي نجارة ونول وحاجات لطيفة كده فانا عجبني قوي استاني بس الروز الحاجات دي لما بافتح فيها بعرفش فارمل والله العظيم هنبهر الروز بتوعدني بالانبهار في بقية الخبر يعني انت مش عارف الخبر يا يوسف لا هشرح لكم الحكاية دي بعدين المهم عارف يا عم فسادي الوزير بقى هنا ايه وجه بانه نبدأ العام الدراسي الجديد جداية قوية ويتم تخصيص بصة بقى الحلاوة يا بتقولي تنبهر فانا ابهرك بقى تخصيص يوم نشاط مدرسي لكل صف دراسي يعني مثلا لسنة اولى لسنة تانية لسنة ثالثة الى اخير لممارسة كافة الانشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل اسبوعي وده يحصل بالتناوب في المدارس على مستوى الجمهورية فضوء الموارد المتاحة هي الموارد دي بقى دكتور احنا عايزين نزود مواردنا ازاي انا بصراحة ما عرفش بس ممكن نقعد ونفكر ونتكاتف ونشتغل ورقبتنا ليك طالما هنطور المدرسة رقبتي ليك هنطور التلامزة بتوعنا رقبتي ليك هنرجع الانشطة المدرسية بكل قوتها رقبتي ليك والله العظيم ما بهذر فبيقولنا ايه؟ فضوء الموارد المتاحة في كل مدرسة اه وبيأكد انه ممارسة الانشطة دي ما هياش بديل بالمناسبة عن حصص التربية الرياضية وحصص التربية الفنية والموسيقية الاخ 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 بزمتك كلام حلو ويبهر ولا لأ انا مبسوط جدا جدا فاكر لما كنا بنكلم وشيط طريق مدكور موزعنا الموسيقى الكبير وكت بقوله الموسيقى دخلت في حياتك ازاي قال لي حصة الموسيقى في المدرسة عندنا بيانو في البيت لكن انا حبيت الموسيقى جوه المدرسة وقوله طيب ازاي بقى فيه عندي طريق مدكور واكتر قاله واللي احسن منه طبعا طريق مدكور معروف جدا شخص متواضع قوي قال لي ان احنا نرجع على الانشطة دي ولو عاوزين نعمل ده وعاوزين يبقى موجود انا اول واحد ينزل المدارس ويعلم الولاد موسيقى ما عنديش اي ازمة فانا هنا يمكن انصح واتوجه بالنصح لدكتور رضا حجازي استعين بطارق مدكور طارق عنده تجربة مهمة جدا وطارق مخلص في الحاجات دي وتخيل بقى اللي يشتغل على مسألة النشاط الموسيقي في المدارس طارق مدكور يا دين النبي المهم معالي الوزير كلف مديرين مديريات التربية والتعليم في القاهرة والجيزة ده على سبيل المثال للحصر ومديرين عموم تنمية مواد التربية الفنية والموسيقية والرياضية باعداد نموذج الجماعة الاجانب وبتوع المدارس الدولية ساموه البروتوتيب طيب او الموديل حلو قوي لإيه بقى لازاي هنطبق النشاط النشاط المدرسي ده او النشاط الفنية والثقافية في المدارس بالطريقة اللي تسمح بتعميمه في كل المدارس الجمهورية فانا هيبقى فيه عندي البروتوتيب النموذج الاولي قاهرة وجيزة وبعدين ابدأ اخده بإذن الله بعد اكتماله ونجاحه واروح نشره في بقية الخمسة وعشرين محافظة فنبقى كده كملنا السبعة وعشرين ما بين قسيم وفق امكانيات وطبيعة كل مدرسة القسيم بتوعي برقابتنا نعمل اي حاجة ونخلي الامكانيات بتاعة كل مدرسة مية مية المهم الولاد ايه يتعلموا او ياخدوا نشاط مدرسي بالمظبوط موسيقى